بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا الوجه الأول يبدأ حالا عدوان الكتاب تهذيب سيرة الهشام مؤلف الكتاب عبد السلام محمد هارون الناشر دار البحوث العلمية بالكويت يقرأ الكتاب عليكم محمد محمد أدريم بسم الله الرحمن الرحيم نور وحاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية فانجابت كما ينجاب الغمام وهدى من الله أرسله إلى هذه الإنسانية الضالة فانتشلها من ضيعة وانتاشها من هلاك وأنقذها مما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام وعقابيل الضلال كانت حياته صلى الله عليه وسلم صفحة عريضة من صفحات الجهاد لإنقاذ هذه البشرية ومثلا صادقا من مثل البر والمرحمة وسيرة عالية سامية في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق تلمع أضواء هذه السيرة في كتاب الله الذي يقول وإنك لعلى خلق عظيم وفي آفاق الكتب الوثيقة التي خطها العلماء منذ الكذا متضمنة النفحات من هذا العقل وومضات من ذلك الإشراق صلى الله عليه وسلم ورضيا وأنعم تقديم التاريخ والسيرة لم يعرف العرب في جاهليتهم إلا ما توارفوه بالرواية وكانت طبيعة التاريخ حينئذ مسائرة لطبيعة الحياة العربية ففيه مفاخر الآباء والأجداد من بطولة ومن كرم ومن وفاء وفيه الأخبار تدور حول الأنساب والأحلاف وفيه ما صنعوا من حديث يذكر تاريخ البيت وسدنته وزمزم وانبعاتها وأنباء جرهم وأمراء قريش وسد مأرب الذي انبثق فتفرق القوم إثره في البلاد وما كان من أخبار الكفهان وأسجاعهم ونحو ذلك مما يصور حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية وجاء الإسلام وتلك الأخبار تروى وتلك الأنباء تؤثر ثم وجدوا في ظهور دعوة الإسلام وما سبقها من إرهاص بالنبوة ومن حياة الرسول الأولى ونشأته الكريمة وما تلا ذلك من أنباء الرسالة وأنباء المسلمين أصحاب رسول الله وأخبار أعداء رسول الله وسيرة رسول الله في المسلمين والمشركين والنصارى واليهود مادة غزيرة النبع واسعة الآفاق فتداولوا بينهم تلك الأخبار من طريق الرواية كذلك وكان القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الأصحاب سجلا حافلا لتلك الحياة الجديدة كان القرآن مكتوبا ولكن الحديث النبوي ظل دهرا طويلا في من أنعن الكتاب لا يعرفه الناس إلا رواية موثوقا بها ولم يجرأ أحد أن يكتب الحديث بصفة عامة استجابة لما ورد في حديث أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمح وكانت الحكمة في هذا ظاهرة وهي الخشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول في أثناء نزول الكتاب وواضح أن هذا الأمر إنما كان يقصد به المحافظة على هذا الغرض الكريم وكان بلا ريب موقتا بنزول القرآن وظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة من سنة تسع وتسعين إلى سنة إحدى ومئة ويدكرون أنه ظل يستخير الله أربعين يوما في تدوين الحديث فخار الله لحديث وأذن لأبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم في تدوين الحديث فدون ما كان يحفظه في كتاب بعث به إلى الأمصار وكان أبو بكر قاضيا وواليا على المدينة وتوفي سنة عشرين ومئة كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري شيخ مالك أن يدون حديث رسول الله فصنع في ذلك كتابا واستمر المسلمون من بعد ذلك يؤلفون في الحديث لا تتقيد كتبهم بنهج خاص في التنسيق والترتيب بل يجمعونها كما يتفق لهم وقد يصنف أحدهم كتابا في باب خاص من أبواب التشريع ثم تدرج التصنيف فألفيناهم يبوضون كتب الحديث ويفردون من ذلك أبوابا خاصة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرون ما كان من أمر ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعدة ثم يفصلون أحواله بعد ذلك في مكة من دعوته قريشا إلى دين الله وصبره على إيذائهم له ولأصحابه ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجهاد وانطلق المؤرفون في سبيل آخر يؤلفون في التاريخ كتبا عامة وقد يخصص أحدهم تاريخا لحياة الرسول الكريم يشبعون بذلك ميولهم الدينية الخاصة التي ترى في الرسول لا ريب قدوة المسلمين وهدى المهتدين عنوان مؤلفه السيرة فكان أول كتاب السيرة عروة بن الزبير ابن العوام المتوفى في السنة الثانية والتسعين من الهجرة وأبان ابن عثمان في الخامسة ومئة ووه ابن منبه في العاشرة ومئة ووه وشرحبيل ابن سعد في الثالثة والعشرين ومئة وابن شهاب الزهري في الرابعة والعشرين ومئة وعبد الله ابن أبي بك ابن حزم في الخامسة والثلاثين ومئة وقد بادت كتب هؤلاء جميعا لم يبق منها إلا أشلاء متنافرة في بطون كتب التاريخ كتاريخ الطبر وإلا قطعة من كتاب وهب بن منبه محفوظة في مدينة هيدلبرد بألمانيا ثم جاء الطبقة من المؤلفين كان أشهر رجالها موسى ابن عقبة المتوفى سنة احدى واربعين ومئة ومعمر ابن راشد سنة خمسين ومئة ومحمد ابن اسحاق سنة اثنتين وخمسين ومئة وطبقة أخرى كان منها زياد البكائي المتوفى سنة ثلاث وثمانين ومئة والواقدي صاحب المغازي سنة سبع ومئتين وابن هشام سنة ثمان عشرة ومئتين ومحمد ابن سعد صاحب الطبقات سنة ثلاثين ومئتين وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقامة وأشدها وثوق سيرة محمد ابن اسحاق حاشية هو محمد ابن اسحاق ابن يسار ابن خيار أبو عبد الله المدني القرشي مولى قيس بن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف كان جده يسار من سبعين التمر بلدة غربي الكوفة على طرف البرية افتتحها المسلمون في خلافة أبي بطر سنة ثنتي عشرة فجيء به إلى المدينة وولد حفيده محمد فيها سنة خمس وثمانين وأمضى بالمدينة ثوب شبابه ورحل إلى البلدان الإسلامية وكانت رحلته إلى الإسكندرية في سنة خمس عشرة ومئة فحدث عن جماعة من المصريين ثم رحل إلى الكوفة والجزيرة والري والبصرة وبغداد حيث ألقى عصاه ووافته منيته فيها سنة اثنتين وخمسين ومئة وفيه يقول ابن عدي لو لم يكن لابن اسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء بالاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن اسحاق عودة للنص التي ألفها في أوائل أيام العباسيين يرون أنه دخل على المنصور ببغداد وبين يديه ابنه المهدي فقال له المنصور أتعرف هذا يا ابن اسحاق قال نعم هذا ابن أمير المؤمنين قال اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذا فذهب ابن اسحاق فصنف له هذا الكتاب فقال له لقد طولته يا ابن اسحاق اذهب فاختصره وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين سيرة ابن هشام وقد جاء بعده ابن هشام حاشية هو أبو محمد عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري كان من شأه بالبصرة ثم نزل مصر واجتمع به الإمام الشافعي وتناشد من أشعار العربي الشيء الكثير وصنف ابن هشام سوى تهديبه سيرة ابن اسحاق كتابا في أنساب حميرا وملوكها وكتابا في شرح ما وقع في أشعار السيار من الغريب توفي بالفصطات سنة ثماني عشرة ومئتين عودة للنص فروا لنا هذه السيرة مهذبة منقحة بعد تأليف ابن اسحاق بنحو نصف قرن بوساطة رجل واحد هو زياد البكائي حاشية هو الحافظ أبو محمد زياد ابن عبد الملك ابن الطفيل البكائي العامري الكوفي والبكائي نسبة إلى بني البكاء من بني عامر ابن صعصع قدم زياد إلى بغداد وحدث بها بالمغازي عن محمد ابن اسحاق وبالفرائض عن محمد ابن سالم ثم رجع إلى الكوفة فمات بها في خلافة هارون سنة ثلاث وثمانين ومئة وكان ابن هشام يقدر هذا الشيخ حق قدره فيقول في صدر كتابه وأنا تارك أشياء بعضها يشمع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته عودة للنص ولم يكن كتاب ابن اسحاق فالذي رواه ابن هشام بهذا القضل الذي بين أيدينا اليوم فإن ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن اسحاق بكثير من التحرير والاختصار والإضافة والنقد أحيانا والمعارضة بروايات أخر لغيره من العلماء كذلك وقد ساقت صدر السيرة بعض منهجه لرواية ذلك الكتاب ونحن لا نشك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزما جانب الأمانة والحرص في رواية كتاب ابن اسحاق لم يبدل منه كلمة واحدة ولم يزد كلمة لبيان الخطأ أو شرح الغامض أو معارضة الروايات إلا صدرها بقوله قال ابن هشام وأما الاختصار فإنه كان المقصد الأساسي في روايته للسيرة فحذف ما كان قبل تاريخ إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام منذ بدء الخليقة وكذا حديث أبناء إسماعيل والأخبار التي ليست من السيرة في شيء فيما كان يراه هو وحذف الأشعار الكثيرة التي كان يشك في مبلغ روايتها من الصحة والمتعقب لأصل السيرة من رواية ابن هشام يلمح في ذلك طابع الحرص الشديد والأمانة الصارمة التي كانت سمة العلماء المسلمين في تلك العصور القديمة عنوان منزلة سيرة ابن هشام ومهما يكن من شيء فإن كتاب ابن إسحاق كان العمدة لقراء السيرة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا ولا تكاد تجد رجلا أو غلط دراسة سيرة الرسول إلا وكتاب ابن إسحاق أمامه الأولة ذلك وقد عرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء منذ عهد عهيد باسم سيرة ابن هشام لما أنه كان راويها ومهذبها يقول ابن خلكان وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغازي والسير لابن إسحاق وهذبها ولخصها وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس والمعروفة بسيرة ابن هشام وقد لقيت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناية صادقة شرحها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي حاشية هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد ابن أصبغ الخطعمي السهيلي الأندلسي المالقي عبد الرحمن وسهيل وادن بالأندلس من كورة مالقة عاش حياته في الأندلس إذ ولد بها سنة ثمان وخمسمائة وأقام بمراكش أعواما ثلاثة حيث توفي بها سنة إحدى وثمانين وخمسمائة عودة للنص شرحها شرحا مسهبا في كتابه المسمى الروض الأنف وجاء بعده أبو ذر الخشني حاشية هو أبو ذر مصعب ابن محمد ابن مسعود الجياني الخشني نسبة إلى خشين وهي قرية بالأندلس وقبيلة من قضاعه ولد سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة وتوفي سنة أربعين وستمائة عودة للنص فتصدى للكتاب فشرح غريبة وكتب شيئا من النقد في كتابه شرح السيرة النبوية الذي نشره الدكتور برولة وصنع بدر الدين محمد ابن أحمد العيني شرحا لها سماه كشف اللثام في شرح سيرة ابن هشام فرغ منه سنة خمس وثمانمائة ومن ناحية أخرى نجد آخرين قد عموا باختصار السيرة ومنهم برهان الدين إبراهيم ابن محمد المعروف بابن المرحل الشافعي اختصرها وزاد عليها بعض ما كان ينقصها في كتاب جعله ثمانية عشر مجلسا سماه الذخيرة في مختصر السيرة أتم تأريفه سنة إحدى عشرة وستمائة وأبو العباس أحمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الواسطي اختصرها في كتاب سماه مختصر سيرة ابن هشام فرغ منه سنة إحدى عشرة وسبعمائة وممن نظمها شعرا أبو محمد عبد العزيز ابن محمد ابن سعيد الدميري الديريني وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وستمائة وأبو بكر محمد ابن إبراهيم المعروف بابن الشهيد المتوفى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وقد سمى كتابه الفتح القريب في سيرة الحبيب وهو في بضع عشرة ألف بيت عنوان تهذيب سيرة ابن هشام وقد كنت في صدر الشباب أحاول المرة بعد الأخرى أن أقرأ هذا الكتاب الجليل من مبتدائه إلى منتهى فكان يصدني عن ذلك ما كنت أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد يكد الذهن ويجلب السآمة فلا أقرأ منه إلا أجزاء متنافرة أراها كالرياض في صميم الفلاة يغريني بقراءتها ما يجتذبني من جمال القول وجلال الغاية والحق أنني كنت أجد في تلاوة السيرة شيئا مما كنت أجد في تلاوة الكتاب الكريم وحديث الرسول من تعبد صادق وخشوع خاضع ولعل سرا دفينا كان ينزع بي إلى معاودة تلك التلاوة أن والدي رحمه الله كان ممن ألفوا في السيرة صنع في ذلك موجزا سماه تلخيص الدروس الأولية في السيرة المحمدية وجعله في ثلاثين فصلا وظل ذلك الكتاب دهرا طويلا لا يدرس سواه في المعاهد الدينية إذ كان من برامج الدراسة فيها درس خاص يسمى درس السيرة ولكني مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله لما ذكرت من اضطراب التأليف وشيوع الاستطراد فقارئ السيرة تعترضه فصول طوال في أسماء سار بدر وأسماء خير المسلمين ببدر وجريدة من حضر ببدر من المسلمين من قريش ومن الأنصار ومن استشهد منهم يوم بدر ومن قتل به من المشركين وما قيل من الشعر في يوم بدر وأشباه ذلك من الأمور السردية ومن الأشعار المسحبة والأنساب المطولة والاستقرادات اللغوية وطائفة من تفسير كتاب الله مما لا يدخل في صميم السيرة وإن كان يحوم حولها وشيء آخر هو السند الذي تصدر به معظم فقار السيرة مما ليس له قدر إلا عند الناقدين من العلماء فحاولت في هذا التهذيب أن أستخلص دباب هذا التأليف لأقدمه إلى القارئ في ثوب جديد يستسيغ النظر فيه ولا تنقطع به السبيل في تلوته مع الحرص التام على نص الكتاب بحيث يستطيع القارئ أن يقتبس منه ويستشهد به معزوا إلى أصله الأول فإني لم أبدل حرفا واحدا من نص الكتاب لأني راعيت فيه أمانة الأداء وراعيت باضطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هو له بأن أنص على ذلك في صدر كلامه أو أجعله وحده في حاشية الكتاب معزوا إليه طبقا لما يقتضيه التأليف وأما سائر النصوص فهي نصوص ابن إسحاق من رواية ابن هشام ولم أذكر من الأسناد إلا ما هو ضروري لإقامة النص مما رواه ابن إسحاق أو ابن هشام منسوبا إلى قائله وقد عنيت أن أضبط تلك النصوص جميعا وأن أفسر منها ما يحتاج إلى توضيح معتمدا في ذلك على شراح السيرة وكتب الآثار واللغة المعتمدة وأما بعد فإن التهذيب ضرب من التيسير بمن لم تتح له قراءة الأصل ووصلة صالحة تصل بين شباب اليوم وتراثهم القديم الكريم وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معددات فتظفر منه بالخير العاجل الكثير وأنت إذا قرأت الأصل ولست بمطيقه اقتضاك هذا من الوقت أشهرا معددات والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعا كما أحتسبه فيما قدمت للعلم من مجهود ضئيل أردت بي ما أردت رضوان الله مصر الجديدة في ربيع الثاني سنة ست وتسعين وثلاثمائة وألف أبريل سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية عبد السلام هاروم بسم الله الرحمن الرحيم عنوان ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام قال أبو محمد عبد الملك ابن هشام هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم واسم هاشم عمر ابن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي واسم قصي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسم مدركة عامر ابن إلياس ابن مغر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن قد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشتب ابن نابت ابن اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخ نوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون ابن يرد ابن مهليل ابن قينا ابن يانش ابن شيف ابن آدم صلى الله عليه وسلم ابن قال ابن هشام وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَدِئٌ هَذَا الْكِتَابِ بِذِكْرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمِ وَمَنْ وَلَدَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار انتهى الوجه الأول شكرا للمشاهدة موسيقى وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها وأشياء بعضها يشمع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته واشعارا ذكرها لم ارى احدا من اهل الاني بالشعر يعنوه واشياء بعضها يفهم الحديث بهك وبعض جفء بعض الناس ذكره وبعض نمي برنا البكائي في روايته بطن من بن عامر ابن صعصعه هو شيخ ابن هشام عودة للنص ومستقص ان شاء الله تعالى ما سوى ذلك من بمبلغ الرواية له والعلمة والبكاء عموان بطن من بن عامر ابن صعصعه عودة للنص ولد اسماعيل ابن ابراهيم سوى ذلك بمبلغ الرواية نابتا وقاذر وادبل وميشا ومسمعه وناشي ودماء وقاذر وطيرا وناشي نابتا وقاذر ابن اسماعيل وعدبل وميشا ومسمعه وماشي ودماء وطيرا 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 ويطور ونبش وقاذر فولد نابت ابن اسماعيل فولد ابن ادنان فولد ابن عدنان تفرقت القبال ولد اسماعيل فولد ابن عدنان وعك ابن عدنان فصارت في دار اليمن فمن عدنان وذلك ان عدتا تزوج ولد اسماعيل فولد عدنان فصارت ابن عدنان وعدد ابن عدنان فصارت ابن عدنان ابن عدن ابن يشتب ابن زيب فصارت الدار ابن يشتب ابن يعرب ابن قحطان وولد معد ابن عدنان ابن عدنان ابن يشتب ابن زيب ابن كهلان ابن عدنان ابن سبع ابن عدنان 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 ابن سبع ابن عدنان 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 رموان فلم يدع كاهيرا ولا ساحرا ولا عائفة وكان ربيعة ابن نصر ملك اليمن بين اضعاف ملوك التبابع فرأى ربيا هانته وفاضع بها عودة للنصر فلم يدع كاهيرا ولا ساحرا ولا عائفة فقال لهم فالذي يزجر الطيب يتكفن رؤيا هالتني وفضع بها ومعورها فأخبروني بها وبتأويلها ولا منجما من اهل مملكته الا جمعهم اليه فقال لهم قال اني قد رأيت رؤيا هالتني وفضع بها فأخبروني بها وبتأويلها فانه لا يعرف تأويلها فسحى علينا نخبرك بتأويلها قال فقال له رجل منهم فاني ان اخبرتكم بها فان كان الملك اليه هذا فليبعث الى سطيح فانه لا يعرف تأويلها فانه ليس احد اعلم منها فهما يخبرانه بما سأعلم فقال له رجل منهم فبعث اليهما فقدم اليه سطيح قبل شق فقال له فانه ليس احد اعلم منهم فهما يخبرانه بما سأل عنه فانك ان اصدتها اصدت تأويلها قال افعل فقال له اني قد رأيت رؤيا غالتني وفضعت بها فوقعت بارض تهمة فانك ان اصدتها اصدت تأويلها قال افعل الهممة القطعة من النار تهمة منخفضة فوقعت بارض تهمة فاكلت منها كل ذات جمجمة ما اخطأت منها شيئا يا صديح فما عندك في تأويلها تهمة فقال منخفضة احلفوا انا بين الحرتين من حنش فقال له الملي ما اخطأت منها شيئا يا صديح فليلقن ما بين ابينا الى الجرش فقال احلفوا مما بين الحرتين من حنش فقال له الملك فليملكن ما بين ابينا الى جرش ان هذا لنا لغائض من جرش فلتا هو كائم او في زمان هذا ام بعده فقال له الملك لا بل بعده بحين اكثر من ستين او سبعين فمتا هو كائم او في زمان هذا ام لا قال لا بل بعده بل بعده بحين لا بل ينقطع لبضعين وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هارئين قال ومن يلي ذلك لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين قال ويخرجون منها هارئين ويخرجون منها هارئين قال ومن يلي ذلك من قتلهم واخراجهم قال قال افيدوم ذلك من سلطانهم ام ينقطع قال ومن ينقطع قال ومن يقطع قال ومن ينقطع رجل من ولد غالب ابن فهر ابن نالك ابن نوك وخون الملك في قيله الى آخر التحر قال وجل من ولد غالب ابن فهر ابن نالك يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون قال وهل التهر من آخر قال احق ما تخبرني يوم يجمع فيه الأولون والآخرون والشفق والغسق يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيح انما انبأتك لحق قال وقدم عليه شق قال له كقوله بصطيح والشفق والغسق والغلق اذا التسق إنما انبأتك لحق ام يختلفان ثم قدم عليه شق قال نعم فقال له كقوله بصطيح وكتمه من غلوبة فوقعت بين روبة واكمة اكلت منها كل ذات نسمة قال نعم فلما قال له ذلك خرجت من غلوبة فوقعت بين روبة واكمة اكلت منها كل ذات نسمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمه فقال له الملك ما اخطأت يا شق منها شيء فما عندك في تأويلها قال قال احلفوا بما بين الحروتين من انسان ما اخطأت يا شق لينزلن ارضكم السودان فليغلبن قال منها على كل طفلة البنان فليغلبن أحلفوا đây قال لا وليمتقنا ما بين أبينا إلى نجران أفي زمان أم بعده قال لا وأبيك يشب بل بعده بزمان ثم يستنقلكم منهم عظيم دوشان ويذيقهم أشد الهواء قال لا بل بعده بزمان ثم يستنقلكم منهم عظيم دوشان ويذيقهم أشد الهواء حاشية قال ومن هذا العظيم الشأ قال من يتبهوا خسيسها عودة للنص حاشية يخرج عليهم من بيته يدن فلا يتركوا أحدا منهم خسيسها قال عودة للنص أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطعوا برسول مرسل فلا يتركوا أحدا منهم في اليمان قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطعوا برسول مرسل قال وما يوم الفصل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفصل فلا فيه الولاد يكون الملك ويدعا فيه من السماء إلى يوم الفصل قال وما يقوى الأموات قال ويجمع فيه بين الناس في الولاد ويدعا فيه من السماء بدعوات ويسمع منها الأحياء والأموات قال إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخف قال أحقهم ما تقول قال إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخف أو ما أنبأتك به لحق فوقع في نفس ربيعة ما قال فجهز بيته وأهل بيته إلى العراق بما يسلقهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس ما قال فجهز بيته وأهل بيته إلى العراق فأسكنهم مرحرة وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال لهم ساب ابن خرس فأسكنهم مرحرة عنوان فلما هلك ربيعة ابن رس تبان أسعد على ملك اليمني وغزمه تبان أسعد أبي كرب فلما هلك ربيعة ابن نصر تبان أسعد رجع ملك اليمني تبان أسعد إلى حسان تبان أسعد أبي كرب فلم يهج أهلها وكان أبوه تبان أسعد قد جعل طريقه فقتل أغيله فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخراجها وخلف بين أظهرهم ابن له فقتل أغيله فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخراجها واقتتب أهلها فتزعم الأنصار أنهم هذا الحي من أنصاره ورئيسهم ويحرونه بالليل فاقتتب فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويحرونه بالليل حاشية والله إن قومنا لكرام فبين تبعوا على ذلك من فتالهم ويقول والله إن قومنا لكرام عالمان راسخان في العلم فبين تبعوا على ذلك من قتالهم إذ جاءه أبران من أحبار يهود فقال له عالمان راسخان في العلم حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقال له أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلى ما تريد حيل بينك وبينها ولم يأمن عليك عاجلة لقوبة فقال لهما لماذا في آخر الزمان فقال تكون داره وقراره هي مهاجر نبي يخرج من هذا القرار في آخر الزمان وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن أدينة واتبعهما على دينهما وقومه أصحاب أوثان يعبدونها فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن وقومه أصحاب أوثان يعبدونها وأمج فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين رستان وامج فقالوا له أمج بلد من أعراض المدينة ألا ندلك على بيت مال دافن مدركة أغفلته الملوك قبله أيها الملوك ألا ندلك على بيت مال دافن أغفلته الملوك قبله قالوا بيت ملوك والزبرجة واليقود والزهب والفضل قال بلى وإنما أراد الهدليون هلاكه بذلك لما عرفوا منه لكنهم أراده من الملوك وبغى عنده لما أجمع لما أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك وبغى عنده فقال له فلما أجمع لما أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك فقال له ما أراد القوم إلا هلاكك وفلا دعوك إليه لا نعلم بيتا لله وليهلكم من معك جميعا ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا قال فماذا تأمراني أن أصنع فإذا أنا قدمت علي قال وتحلق رأسك عنده ما يصنع أهلك وتذل له حتى تخفج من عنده قال فما يمنعكما أن توارده قال أما والله إنه لبيت أبينا وإنه لكما أخبرناك قال أما والله إنه لبيت أبينا وإنه لكما أخبرناك فبالدماء التي يهركون عنده وبينه بالأوتان وهم نجس أهل شر وبالدماء التي يهركون عنده فعرف نصحهما وصدق حديثه وهم نجس أهل شر فقرب النفر منه ذيل فقطع أيديه نصحهما وصدق حديثه فقرب النفر منه ذيل فقطع أيديه نصحهما وارجلهم وحنق رأسه ومضى حتى قادم مكة فقرب النفر منه ذيل فقرب النفر منه ذيل فقرب النفر منه ذيل فقرب النفر منه ذيل ثم أري أن يكسو أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل ثم أري أن يكسو أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل ثياب يمانية حاشية الملاء جمع ملاء وكان تبع فيما يزعون ثياب يمانية وأوصى به أولاته من جهر وأمرهم بتطهير وأوصى به أولاته من جهر وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه دمن ولا ميتة وجعل له بابا ومفتاح والمئلات خرقة الحائر وجعل له بابا ومفتاح ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بممع لمثوره ما دخل فيه فأروا عليه حتى يحاتبون إلى المال التي كانت في مى دخل فيه وأروا علي حتى يحاتمون النار التي كانت في اليمن وكانت نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعنبيهما متقلديهما وخرج الحبران بمصاحفهما في معنى فيهما متقلديهما فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهارواها فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمي وخرج الحبران بمصاحفهما في أعنبيهما فأصفقت عند ذلك حميرهما لم تضرهما فأصفقت عند ذلك حميروا على دينه فمن هناك وعن ذلك كان أصف يهودية باليمن فمن هناك وعن ذلك كان أصف يهودية باليمن سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض الأعربي وأرض الأعلم حتى إذا كانوا بأرض البحرين وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وقبائل اليمني المسير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم وكان معه في جيش فكلموا أخا له ويقال له عمر وكان معه في جيش فقال له فأجابهم فاجتمعوا على ذلك فلن يقفل فلا من يشتري سهرا بنوم فلا من يشتري سهرا بنوم فإما حميروا سعيد من يبيت قرير عين فمعذرة الإله إما حميروا غدرت وخانت ثم كتب بها في رقعة وختم عليها ثم كتب بها في رقعة وختم عليها وعلي هذا الكتاب عنه وعتى بها عمرا فقال له ثم قتل عمر أخاه حسان ففعل ورجع بمن معه إلى اليمن ثم قتل عمر أخاه حسان فلما نزل عمر بمتباه إلى اليمن منع من النوم وصلط عليه السهر فلما جهده ذلك سأل الأقباء والحزات فلما جهده ذلك سأل الأقباء والحزات وهو الذي يزدر الطيب ويستدل بأصواتها ومرورها وأسمائها ويستدل بأصواتها ومرورها وأسمائها من القهان والعرافين عما به من الكفان والعرافين عما به فقال له ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على متن ما قتلت أخاه عليه إلا ذهب نومه وصلط عليه السهر فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان فأخرجه ورأى أنه قد نصح فتركه ورأى أنه قد نصح فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا فوثب عليهم رجل من حمير وعبثا ببيوت أهل الملكة منه وكان لخمعهم رؤا فاسقا يعملوا عمل قوميه فبعث إلى زرعة ذي نواس ابن تبان أسعد وكان صبيا صغيرا بين قتل حسان ثم شب غلاما وسيما ذا هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فأخذ سكين حديد لطيفا فأخذ سكين حديد لطيفا فخذته بين قدمه ونعله ثم أتى فلما خلا معه وثب إليه فواجأه قتل وخرج على الناس فقال وخرج على الناس فقال ما ينبغي أن يملكنا غيره إذ أرحتنا من هذا الخبير فملكوا واجتمعت عليه حنير وقبائل اليمن فكان آخر ملوك حنير وصاحب الوحود فأقام في ملكه زمن وكان بنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام لهم رأس يقال له عبد الله فسار إليهم ذو نواس بجنود فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل فخدّ لهم الأخدود ثفرة مستطيلة غامضة في الأرض فحرّق من حرّق بالنار وقتل بالسيث ومثّل بهم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا ففيه نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُتل أصحاب الأخدود قُتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قُعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشمود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويقال كان في من قتل ذو نواس كان في من قتل ذو نواس عبد الله بن ثامر رأسهم وإمامهم عموان غلبة الحبشة على اليمن غلبة الحبشة على اليمن وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ سَبَى وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ سَبَى يُقَالُ لَهُ دَوْسُ ذُو طُعْبًا يُقَالُ لَهُ دَوْسُ ذُو طُعْبًا على فرَسِ اللَّهِ فَسَلَكَ الرَّمْلَ فَأَعْجَدَهُ فَمَضَى عَلَى وَجْهِ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى قَيْصَرَ فَاسْتَنْصَرَهُ عَلَى ذِي نُوَاسُ وَجْهُمْ فَأَخْضَرُهُ بِمَا بَلَغَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ بَعُدَتْ بِلَادُكَ مِنْا ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلده وكتب إليه يأمره بنصر والطلب بتأره والطلب بتأره فقدم دوس على النجاشي لكتاب قيصة فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم رجلا منه يقال له أرياض ومعه في جنده أبره الأشرم فركب أرياض البحر كان زل بساحل يمن ومعه دوس ذو ثلوبان وسار إليه دونواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما التقوا إنهزم أصحاب واس وأصحابه فلما رأى دونواس ما نزل به وبقوله وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضع به إلى غمره فأدخله فيه وكان آخر العهد به الضحضاح الماء اليسير الذي لا غرق فيه والغمر والغمر الماء الكثير يغرق فيه ودخل أرياض اليمن فبلكها انتهى الشريط الأول وللكتاب بقي على شريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب عنوان نزاع أرياض وأبره فأقام أرياض بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبش حتى تفرقت الحبشة عليهم فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم ثار أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياض إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا فابرز إلي وأبرز إليك فأينا أصاب صاحبه إن صرف إليه جنده فأرسل إليه أرياض أنصفت فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصير اللحيم وكان ذا دين في النصرانية وخرج له أرياض وكان رجلا جميلا عظيما طويل وفي يده حربة له وخلف أبرهة غلام له يقال له عتودة يمنع ظهره فرفع أرياض الحربة فضرب أبرهة يريد يا فوخة فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته فبذلك سمي أبرهة الأشرم وحمل عتودة على أرياض من خلف أبرهة فقتله وانصرف جند أرياض إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة باليمن عنوان قصة أصحاب الفيل ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء حاشية هي اسم الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف إليها حج العرب فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض ثم كتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأ حاشية النسأ جمع ناس وهم الذين كانوا ينسئون الشهور أي يؤخرونها كانوا إذا صدروا ممنا يقوم رجل منهم من كنانه فيقول أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لي قضاء فيقولون صدقت أنسئنا شهرا أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها لأن معاشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرم فذلك الإنساء عودة للنص فخرج حتى أتلق ليس فقعد فيها أي أحدث ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبره فقال من صنع هذا فقيل له صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فيها أي إنها ليست لذلك بأهل فغضب عند ذلك أبره وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ثم أمر الحبشة فتيهيأت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له دون فر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فخلى سبيله وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون ألا إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس وهو موضع قرب مكة في طريق الطائف فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت العرب قبره فهو قبره الذي يرجم الناس بالمغمس فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مفسود على خير له حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم فأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكينانه وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة فقال له سل عن سيدي أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب ابن هاشم فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك منطق هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عندي نفر وكان له صديق حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشية ما كان عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بذلك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بذلك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال حسبي فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت فقال أفعل فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة والعير قافلة التجارة وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليك فليكلم في حاجته فأذن له أبرهة وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بصاته وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه قل له حاجتك فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي فلما قال ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه قال ما كان لي امتنع مني قال أنت وذلك ورد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب حاشية التحرز التمنع والتحصن شعف الجبال رؤوسها الشعاب المواضع الخفية بين الجبال عودة للنص تخوفا عليهم من معرة الجيش أي شدته ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لا هم لا هم إن إن كنت تار وقبلتنا فأمر ما بد لك ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاع بمكة إذا دخلها فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه وكان اسم الفيل محمود وأبره مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين آلة معقفة من حديد فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها فأبى المحجن عصم معوجه قد يجعل فيها حديد والمراق أسفل البطن بزغوه أي أدموه فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان الخطاطيف جمع خطاف وهو طائر أسود والبلسان الزرازير مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك ليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده فمات قال ابن إسحاق فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عنوان ذكر ولد نزار ابن معد فولد نزار ابن معد ثلاثة نفر وزاد ابن هشام رابعا هو إياد ابن نزار مذر وربيعة وأنمار فولد مذر رجلين إلياس وعيلان فولد إلياس ثلاثة نفر مدركة وطابخة وقمعة فولد مدركة رجلين خزيمة وهذيل فولد خزيمة أربعة نفر كنانة وأسد وأسده والهون فولد كنانة أربعة نفر النظر حاشية قال ابن هشام النظر قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي ويقال فهر ابن مالك هو قريش عودة للنص ومالك وعبد منات وملكان فولد النظر رجلين مالك ويخلد فولد مالك ابن النظر فهر ابن مالك فولد فهر أربعة نفر غالب ومحارب والحارث وأسد فولد غالب رجلين لؤي وتيم فولد لؤي أربعة نفر كعب وعامر وسامة وعوف فولد كعب ثلاثة نفر مرة وعدي وهصيص فولد مرة ثلاثة نفر كلاب وتيم ويقضة فولد فولد كلاب رجلين قصي وزهرة فولد قصي أربعة نفر عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي فولد عبد مناف أربعة نفر هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل عنوان أولاد عبد المطلب ابن هاشم قال ابن هشام فولد عبد المطلب ابن هاشم عشرة نفر وست نسوة العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير والحارث وحجلا والمقوم وضرارا وأبا لهب واسمه عبد العزة وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وضرة عنوان والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر وأمها برّة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك النضر فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسب وأفضلهم نسب من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم عنوان حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر حاشية الحجر حجر الكعبة وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام عودة للنص إذ أتي فأمر بحفر زمزم قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال احفر طيبة قلت وما طيبة ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المظنونة فقلت وما المظنونة ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم قلت وما زمزم قال لا تنزف أبدا ولا تذم لا تذم لا توجد قليلة الماء تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم حاشية روي أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم يرى الفرث والدم فبينما هو كذلك فرت بقرة من جازرها فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام فنحرها في الموضع الذي رسم فسال هناك الفرث والدم فحفر عبد المطلب حيث رسم له عودة للنص عند نقرة الغراب الأعصم أي الذي في جناحيه بيض فلما بيّن له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ليس له يومئذ ولد غيره فحفر فيها فلما بدى لعبد المطلب الطي كبر الطي الحجارة تطوى بها البئر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حق فأشركنا معك فيها قال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصست به دونكم فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا كاهنة بني سعد هذيم قال نعم وكانت بأشراف الشام أي مرتفع من أرضها فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر والأرض إذاك مفاوز فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فضمئوا حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصبكم فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروا حتى يكون آخركم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا قالوا نعم ما أمرت به فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عدد انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال هلو إلى الماء فقد سقان الله فاشربوا واستقوا فجاءوا وشربوا واستقوا ثم قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها عنوان نذر عبد المطلب ذبح ولده وكان عبد المطلب ابن هاشم قد ندر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه وقالوا كيف نصنع قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتبوا فيه اسمه ثم أتوني ففعلوا ثم أتون فدخل بهم على هبل وكان هبل على بئر في جوف الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة وكان عند هبل قداح سبعة كل قدح منها فيه كتاب قدح فيه العقل والعقل الديا إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله وقدح فيه نعم للأمر إذا أرادوه يضرب به في القداح وقدح فيه لا إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح فإن خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر وقدح فيه منكم وقدح فيه ملصق وقدح فيه من غيركم وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيث ما خرج عملوا به وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا يا إلهنا هذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح اضرب فإن خرج عليه منكم كان منهم وسط أي خالص النسب وإن خرج عليه من غير كم كان حليف وإن خرج عليه منصق كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف وإن خرج فيه شيء مما يعملون به نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح فقال عبد المطالب لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هاده وأخبره بنذره الذي نذر فأعطاه فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه وكان عبد الله أصغر بني أبي حاشية أي حين أراد نحره وإلا فإن حمزة كان أصغر منه والعباس كان أصغر منه والعباس كان كذلك أصغر من حمزة عودة للنص وكان أحب ولد عبد المطلب إليه فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى أي أبقى ويقال أشوى السهم إذا لم يصب المقتل فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب قام عبد المطلب عنده بل يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبح فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا ماذا تريد يا عبد المطلب قال أذبحه فقالت له قريش وبنه والله لا تذبحه أبدا حتى تعدر فيه لإن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه فما بقاء الناس على هذا وقال له المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزون وكان ابن أخت القوم والله لا تذبحه أبدا حتى تعدر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فدينا وقالت له قريش وبنوه لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز فإن به عرافة لها تابع فسلها ثم أنت على رأس أملك إن أمرتك بدبحه ذبحت وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلت فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها بخيبر فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه فقالت لهم ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءني الخبر كم الدية فيكم قالوا عشر من الإبل قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ثم قدموا عبد الله وعشرا من الإبل وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل عشرين وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل ثلاثين وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشر فبلغت الإبل خمسين وقام عبد المطالب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشر من الإبل فبلغت الإبل سبعين وقام عبد المطالب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا فبلغت الإبل ثمانين وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل تسعين وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل مئة وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فقالت قريش ومن حضر قد انتهى رضى ربك يا عبد المطلب فزعموا أن عبد المطلب قال لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات فضربوا على عبد الله وعلى الإبل وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع عموان ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا حاشية لم يسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر رسول الله وبقرب زمانه وأنه يبعث من الحجاز أن يكون ولدا لهم وهم محمد ابن سفيان ابن مجاشع جد جد الفرزدق ومحمد ابن أحيحة ابن الجلاح ومحمد ابن حمران ابن ربيعة كان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك ممن لهم علم بالكتاب فأخبرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وباسمه وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملة فنذر كل منهم إن ولد له ذكر أن يسميه محمدا ففعلوا ذلك عودة للنص ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام ثم لم يلبث عبد الله ابن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به عنوان ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين باثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل وقيل كان قبل مولده برمضان عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان حاشية لدتان مثنى لده وهو ترب الإنسان يولد معه عن حسان ابن ثابت قال والله إني لغلام يفع أي قوي قد طال قده ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب حاشية الأطمة الحسن يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك مالك قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع فاسترضع له إمرأة من سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب عنوان حديث حليمة كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير اسمه عبد الله ابن الحارث ابن عبد العزة ترضعه في نسوة من بني سعد تلتمس الرضعاء جمع رضيع وذلك في سنة شهباء الشهباء المجدبة البيضاء لا يرى فيها خضرة لم تبق لنا شيئا فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا الأتان الحمارة القمراء التي يميل لونها إلى الخضرة الشارف الناقة المسنة والله ما تبض بقطرة ما تبض بقطرة أي ما ترشح وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني فلقد أدمت بالركب أي أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليها مأخوذ من الشيء الدائم حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة كانت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي وتعني به زوجها الحارث ابن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روية وشرب معه أخوه حتى روية ثم نام وما كنا ننام منه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة فقلت والله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يابنة أبي ذؤيب ويحكي أربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهم بلى والله إنها لهي فيقولن والله إن لها لشأنا ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبا ولا يجدها في ضر حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي الغليظ الشديد فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكته فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخاف عليه وبأ مكة فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم البهم الصغار من الغنم الواحدة بهمة لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه يسوطانه يضربان بعضه ببعض ويحركانه فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدته قائما منتقعا وجهه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو فرجعنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك الضئر المرأة ترضع ولد غيرها فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عليه وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك فلم تدعني حتى أخبرتها قالت أفتخوفت عليه الشيطان قلت نعم قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لشأن أفلا أخبرك خبرة قلت بلى قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء قصور بصر من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قد كان أخف علي ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنكي وانطلقي راشدة انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب عنوان حديث شق الصدر قال ابن إسحاق حدثني ثور ابن جزيد عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد ابن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيغ بطست من ذهب مملوءة هلجة ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه فوالله لو وزنته بأمته لوزنها عنوان كثالة جده له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وحث وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين توفيت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة كانت قد قدمت به على أخواله من بني علي ابن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأن ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنين هلك عبد المطلب وذلك بعد الفيل بثمان سنين عنوان كفالة عمه له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب وإن رجلا من لهب كان عائفا بن لهب قوم مشهورون بالعيافة والعائف الذي يتفرس في خلقة الإنسان فيخبر بما تقول إليه فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم فأتى به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء فلما فرغ قال الغلام علي به فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه فجعل يقول وي لكم ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا فوالله ليكونن له شأن عنوان قصة بحيرا ثم إن أبو طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مال إليه ويروى ضبث به أي تعلق فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا فخرج به معه فلما نزل الركب بصرا وبها راهب يقال له بحرا في صومعة له وكان إليه علم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته يزعمون أنه رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تذله من بين القوم ثم أقبلوا فنزلوا في غل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أضلت الشجرة وتهسرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استضل تحتها فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم فقال له رجل منهم والله يا بحيرا إن لك لشأن اليوم فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم قال له بحيرا صدقت كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنة في رحال القوم تحت الشجرة فلما نظر بحيرا في القوم لم يرى الصفة التي يعرف ويجد عنده فقال يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا له يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنة فتخلف في رحالهم فقال لا تفعلوا أدعوه فليحضر هذا الطعام معكم فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزة إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم فلما رأاه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له يا غلام أسألك بحق اللات والعزة إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه وإنما قال له بحير ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تسألني باللات والعزة فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما فقال له بحيرا فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فقال له سلني ما بدلك فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ما هذا الغلام منك قال ابني قال له بحيرا ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا قال فإنه ابن أخي قال فما فعل أبوه قال مات وأمه حبلا به قال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شر فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده عنوان حرب الفجار هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة حاشية ذكر ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بعض أيام الفجار أخرجه أعمامه معهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها وهذا الفجار هو الفجار الأخير وهو فجار البراض وقبله فجارات ثلاث أولها بين كنانة وهوازن والثاني بين قريش وهوازن والثالث بين كنانة وهوازن وتفصيلها في العقد الفريق والأغاني عودة للنص وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس عنوان تزويج خديجة رضي الله عنها وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه حاشية المضاربة أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح عودة للنص بشيء تجعله لهم وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك وخرج معها غلامها ميسرة حتى قدم الشام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غل شجرة قريبا من صومعة راهب واسم هذا الراهب نستورا من الرهبان فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة قال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قطو إلا نبي ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يذلانه من الشمس وهو يسير على بعيره فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا أضعف صار مضاعفا وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله بها من كرامته فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك السطة الشرف من الوسط كالعدة من الوعد وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش النسب وأعظمهن شرف وأكثرهن مالا كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمانه فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد ابن أسد هو خويلد ابن أسد ابن عبد العزاء ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي فخطبها إليه فتزوجها حاشية أصدقها صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة وكانت أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها حتى ماتت عودة للنص فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم وبه كان يكن والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام حاشية إبراهيم أمه مارية القبطية من حفن من صعيد مصر أهداها إليه المقوقس عظيم القبط عودة للنص فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية وأما بناته فكلهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم عنوان حديث ورقة ابن نوفل وكانت خديجة قد ذكرت لورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يضلانه فقال ورقة لإن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول حتى متى وقال في ذلك لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن أعوجا بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد غياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه خلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولكم ولوجا عنوان بنيان الكعبة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رظما فوق القامة الرظم حجارة منضودة من غير ملاط وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة أي تبرز للشمس وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت وكشت وفتحت فاها حزألت رفعت رأسها وكشت صوتت باحتكاك جلدها بعضه ببعض فبينا هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفان الله الحية فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب ابن عمر ابن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبة لا يدخل فيها مهرب غي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ثم إن قريشا جزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمحة وسهم وشق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي ولبني أسد ابن عبد العزة ولبني عدي ابن كعب ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد ابن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها فأخذ المعولة ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم نزغ اللهم لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم نصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها بعضا الأسنة جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير ويروى كالأسنة جمع سنان شبهت به في الخضرة ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن ويراد به الحجر الأسود لأن موضعه في الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة وكان عاميذ أسن قريش كلها قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخلوا من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلما إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنا عليه عنوان أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه وأما الكهان من العرب فأتتهم به شياطين من الجن فيما تسترق من السم إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقدف بالنجوم وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذك بعض أموره لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراقه بالنجوم فتلجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عنوان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن هشام وكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عمر مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد ابن علي ابن أبي طالب قال كان علي ابن أبي طالب ابن عليه السلام إذا نعت رسول الله قال لم يكن بالطويل الممغط أي الممتد ولا القصير المتردد وكان ربعة من القوم الربعة الذي ليس بالطويل ولا القصير ولم يكن بالجعد القطط القطط الشديد جعودة الشعر ولا الصبط كان جعد الرجل الرجل المسرح لشعره ولم يكن بالمطهم المطهم العظيم الجسم ولا المكلثم أي المستدير الوجه في صغر وكان أبيض مشرب أدعج العينين الأدعج الأسود العينين أهدب الأشفار أهدب الأشفار طويل أهدابها جليل المشاش المشاش عظام رؤوس المفاصل والكتد ما بين الكتفين دقيق المسربة المسربة الشعر الممتد من الصدر إلى السرة أجرد شثن الكفين والقدمين الأجرد القليل الشعر والشثن الغليظ إذا مشى تقلع لم يثبت قدميه كأنما يمشي في صبب الصبب من حذر من الأرض وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة اللهجة الكلام وأوفى الناس ذنة وألينهم عريكة لين العريكة حسن العشرة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه أحبه بديهة ابتداء يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم عنوان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل قال ابن إسحاق وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يحنس الحواري حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أنه قال من أبغضني فقد أبغض الرب ولولا أن صنعت بنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة ولكن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب عزه يعزه غلبة ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس إنهم أبغضوني مجانا أي باطلا فلو قد جاء المنحمن هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكيما لا تشكوا انظر إنجيل يحنى خمسة عشر من الصفحة الثالثة والعشرين إلى السادس والعشرين والمنحمن بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس عنوان البعث فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد الرؤية الصادقة لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح وحبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وعن عبد الملك ابن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعينينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجار فمكة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان حراء جبل من جبار مكة على ثلاثة أميال عن عبيد ابن عمير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهر وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية فكان يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها وذلك الشهر شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ ويروى ما أنا بقارئ قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت فغته عصره عصرا شديدا ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أقرأ فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدستها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها وكان ورقة تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لإن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت حاشية الناموس الأكبر أراد به الملك الذي جاء بالوحي وأصل الناموس صاحب سر غجل قال السهيلي إنما ذكر ورقة موسى ولم يذكر عيسى وهو أقرب لأن ورقة كان قد تنصر والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل إنما يقولون فيه إن أقنوما من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح واتحد به على اختلاف بينهم في ذلك الحلول عودة للنص فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يسنع بدأ بالكعبة فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله عنوان ابتداء تنزيل القرآن فابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في شهر رمضان يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تعالى حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ببدر عنوان إسلام خديجة بنت خويلد وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهوم عليه أمر الناس رحمها الله طال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب والقصب اللؤلؤ المنحوت عنوان فترة الوحي ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنت فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قله فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل يقول ما صرمك فتركك وما أبغضك ثم أحبك وللآخرة خير لك من الأولى أي لما عندي من مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى من الفلج في الدنيا أي الفوز والغلبة والثواب في الآخرة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلالته واستنقاذه من ذلك كله برحمته فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا فضا على الضعفاء من عباد الله وأما بنعمة ربك فحدث أي بما جاءت من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث أي اذكرها وادعو إليها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله عنوان أول الناس إسلاما ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه وهو يومئذ ابن عشر سنين وكان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبو طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه فقال العباس نعم فانطلق حتى أتى يا أبو طالب فقال له إنا نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنع ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيها فإذا أمسيا رجعا فمكذا كذلك ما شاء الله أن يمكثى ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به قال أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله به رسولا إلى العباد وأنت يا عم أحق من بدلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه فقال أبو طالب أي ابن أخي إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت ثم أسلم زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة وكان حكيم ابن حزام ابن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد ابن حارثة فدخلت عليه عمته خديجة وهو يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اختاري يا عمه أي هؤلاء الغلمان شئتي فهو لك فاختارت زيدا فأخذت فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها فوهبته له فأعتقه وتبنى وذلك قبل أن يوحى إليه ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة واسمه عتيق واسم أبي قحافة عثمان فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا حاشية هم علي وزيد وأبو بكر ومن أسلم على يديه عودة للنص ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم حاشية وفي داره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسلام وكانت داره على الصفا حتى تكامل المسلمون أربعين رجلا بإسلام عمر فلما تكاملوا أربعين رجلا خرجوا عودة للنص وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد بن عمر وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي يومئذ صغيرة وخباب بن الأرد وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ومسعود بن القاري وسليط بن عمر وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذافة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث والسائب بن عثمان بن مضعون والمطلب بن أزهر وامرأته أرملة بنت أبي عوف والنحام واسمه نعيم بن عبد الله وعامر بن فهيرة وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف وحاطب بن عمر وأبو حليفة بن عتبة بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير بن عبد ياليل وعمار بن ياسر وسهيب بن سنان الرومي حاشية سهيب عربي ولكن الروم سبته صغيرا فنشأ فيهم فصار ألكن ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد الله ابن جدعان فأعتقه وفي الحديث سهيب سابق الروم عودة للنص عنوان الجهر بالدعوة ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حاشية جمع رسل بالتحريك وهي الجماعة حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي ألم وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه وكان بينما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين من مبعثه ثم قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم فبين سعد ابن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فضرب سعد ابن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه اللحي العظم الذي فيه الأسنان شجه كسر رأسه فكان أول دم هريق في الإسلام فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد عنه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعدوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون وحجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده وعنه شيء فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه لا يعتبهم لا يرضيهم من فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفها أحلامنا وظل لآبأنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله بينها فتزامروا فيه وحظ بعضهم بعضا عليه شري استطار وتفرق وتزامروا فيه أي حظ بعضهم بعضا ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهو عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوه له فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدى لعمه فيه بداء أي رأي جديد أنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام فلما ول ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبا خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعدوتهم مشوا إليه بعمارة ابن المغيرة فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة ابن الوليد أنهدوا فتى في قريش وأجمله أنهد أي أشد وأقوى فخذه فلك عقله أي الدية ونصرته واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفها أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل فقال والله لبئس ما تسومونني أي تكلفونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا فقال المطعم ابن علي والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا فقال أبو طالب للمطعم والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدالك فحقب الأمر أي فسد وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا ثم إن قريشا تذامروا أي حظ بعضهم بعضا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معك فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبو طالب وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه فاجتمع إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون عنوان قول الوليد ابن المغيرة في القرآن ثم إن الوليد ابن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدة ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به قال بل أنتم فقولوا أسمع قالوا نقول كاهن قال لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعن الزمزمة كلام خفي لا يسمع قالوا فنقول مجنون قال ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا فنقول شعر قال ما هو بشعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر لقد رأينا السحارة وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم كان الساحر يعقد خيطا ثم ينفث فيه قالوا فما تقول أنت يا أبا عبد شمس قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق العذق بالفتح النخلة وإن فرعه لجنات الجنات ما يجنى وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشرته فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقوا من الناس وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها عنوان ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم فأغروا به سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي به مبادل لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم قال عبد الله ابن عمر بن العاص حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط سفه أحلامنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح أي كناية عن الهلاك إن لم يؤمنوا فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طير واقع حتى إن أشدهم فيه وساة قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول إن صرف يا أبا القاسب فوالله ما كنت جهولا حاشية الوساة الوصية أي وصية بالأذى يرفأه يسكنه ويهدئه عودة للنص فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا ما بدأكم بما تكرهون تركتم فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا وثبت رجل واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم وديههم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط عنوان إسلام حمزة حدثني رجل من أسلم كان واعيه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفاء فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاة لعبد الله ابن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة ابن عبد المطالب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسا راجعا من قنص له وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم وكان أعزفة في قريش وأشده شكيمة فلما مر بالمولاد وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أب الحكم ابن هشام وجده هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرمته فخرج يسعى ولم يقف على أحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي إن استطعت فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا وتم حمزة رضي الله تعالى عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه عنوان قول عتبة ابن ربيع في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت أن عتبة ابن ربيع وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلم فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الصطة في العشرة والمكان في النسب الصطة الشرف من الوسط كالعدة من الوعد وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب طلبنا لك الطب فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أنتبه أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكم عنوان ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رؤساء قريش ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة وهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب والنظر ابن الحارث وأبو البختري ابن هشام والأسود ابن المطلب وزمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاصي ابن وائل ونبيه ومنبه ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أن قد بدى لهم فيما كلمهم فيه بدى وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا له يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلك على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعجر فيك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونديرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حبكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم قالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك فإنك قد علمت أن ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلدنا وليفجر لنا فيها أنهار كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول انتهى الوجه الأول فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حبكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم قالوا فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاشى كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا فيما تزعم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم قالوا فأصدت السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل قالوا يا محمد أفما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به إنه قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن حاشية هو مسيلمة ابن حبيب الحنفي المعروف بمسيلمة الكذاب كان قد تسمى بالرحمن في الجاهلية وكان من المعمرين كما جاء في الروض الأنف عودة للنص وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وهو ابن عمته حاشية أسلم عبد الله قبل فتح مكة فقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوا لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وأيم الله أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه رسول الله إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعدتهم إيا عنوان سنع أبي جهل فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حملة فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فانضي لما تريد فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره وغدا رسول الله كما يغدو وكان بمكة وقبلته إلى الشام فكان إذا صلى صلى بين الركنين الركن اليماني والأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا ذنى منه رجع منهزما منتقع اللون مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش فقال له ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم بي أن يأكلني القصرة أصل العنق عنوان خبر النظر ابن الحارث فلما قال لهم ذلك أبو جهل قام النظر ابن الحارث فقال يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيت له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر لقد رأينا السحرة ونفثهم عقدهم وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن فقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخمقه ولا وسوسته ولا تخليطه يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم وكان النظر ابن الحارث من شياطين قريش ومن من كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رست وإسفنديار فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلما إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورست وإسفنديار ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول نزل فيه ثمان آيات من القرآن قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن عنوان ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولدا من مولدهم وهو بلال ابن رباح وكان اسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب وكان أميه ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح يخرجه إذا حميت الظهرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تنمت أو تكفر بمحمد أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد وكان ورقه ابن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد فيقول أحد أحد والله يا بلال ثم يقبل على أميه ابن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح فيقول أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا أي موضع حنان أتمسح به متبركة حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهم يصنعون به ذلك فقال لأمية بن خلف ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال قد قبلت فقال هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه فأعتقه ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستة رقاب بلال سابعهم عامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة وأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة فقالت كذبوا ما تضر اللات والعزة وما تنفعان فرد الله بصرها وأعتق النهدية وبنتها وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا فقال أبو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان أي تحل لي من يمينك فقالت حل أنت أفسدتهما فأعتقهما قال فبكم هما قالت بكذا وكذا قال قد أخذتهما وهما حرتان أرجعا إلى طحينها قالت أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها قال ذلك إن شئتما ومر بجارية بني مؤمل وكانت مسلمة وعمر ابن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها حتى إذا مل قال إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة فتقول كذلك فعل الله بك فابتاعها أبو بكر فأعتقها قال أبو قحافة لأبي بكر يا بني إني أرات تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل وكانت بن مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت الظهرة يعذبونهم برمضاء مكة الرمضاء الرمل الساخن من شدة حرارة الشمس فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك فيل رأيه قبحه وخطأه وإن كان ثاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدروا أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له ألا توالعزة إلهك من دون الله فيقول نعم حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده عنوان الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة كانت في الإسلام وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عثان معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة ابن عتبة معه امرأته سهلة بنت سهيل والزبير ابن العوام ومصعب ابن عمير وعبد الرحمن ابن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان ابن مضعون وعامر ابن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو صبرة ابن أبي رهم وسهيل ابن بيضاء فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة قال ابن هشام وكان عليهم عثمان ابن مضعون ثم خرج جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها منهم من خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا عنوان إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم عن دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها فبعثوا عبد الله ابن أبي ربيع وعمر ابن العاص ابن وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته ثم بعثوهما إليه عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منهم الأدم أي الجلود فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا إليه هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم ثم قدما إلى النجاشي هدايا ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم فخرجا حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى أي لجأ وأوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن نسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عين أي أبصر وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت أم سلمة ولم يكن شيء أبغضوا إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي فقالت بطارقته حوله صدقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم فغضب النجاشي ثم قال لا هالله أي لا والله إذن لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في دين ولا في دين أحد من هذه الملل فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقرأه علي فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد قالت فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته أي ابتلت من الدنوى وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال لهم النجاشي إن هذا الله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم أي شجرتهم التي تفرعوا منها وخضراء كل شيء أصله فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحام وإن كانوا قد خالفون قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد ثم غدا عليه من الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيم فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه فأرسل إليهم ليسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها قط فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول البتول العذراء المنقطعة عن الأزواج فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن خرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي ويروى سيوم أي آمنون من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهب الدبر بلغة الحبشة الجبل وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار قالت فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه وصار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الرجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر فقال الزبير ابن العوام أنا قالوا فأنت وكان من أحدث القوم سنة فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتق القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت فدعون الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كان إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه أي رفعه وحركه ليراه غيره وهو يقول ألا أبشر فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة أي اجتمع فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عنوان اسلام عمر ابن الخطاب ولما قدم عمر ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهما النجاشي بما يكرهون وأسلم عمر ابن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا أي غلبوهم وكان عبد الله ابن مسعود يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ابن الخطاب فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكان وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد ابن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر وكان نوعيم ابن عبد الله النحام رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه الفرق الخوف وكان خباب ابن الأرد يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له أين تريد يا عمر فقال أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفها أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله فقال له معيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم قال وأي أهل بيتي قال ختنك وابن عمك سعيد ابن زيد ابن عمر وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه فعليك بهما حاشية إنما أراد بذلك صرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عليه وإذا فاطمة وزوجها أهون من ذلك الأمر فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه الختن زوج البنت أو الأخت وعند وعندهما خباب ابن الأرد معه صحيفة فيها طاها يقرئها إياها فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم والمخدع بيت صغير داخل البيت الكبير أو في بعض البيت وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دن إلى البيت قراءة خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه الهينمة والهينمة صوت كلام لا يفهم التي سمعت قال له ما سمعت شيئا قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدى لك فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما كان صنع فارعوى وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آلفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر كاتبا أي عارفا بالكتابة فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها فلما قال ذلك طنعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طاه فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأب الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم فقال له خباب هو في بيت عند الصفاء معه نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر ابن الخطاب متوشحا السيف فقال حمزة ابن عبد المطلب فأذله فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجزته الحجزة موضع شد الإزار أو بمجمع ردائه ثم جبده به جبذة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة القارعة الدهية فقال عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم قال عمر لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت قال قلت أبو جهل فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه قال فخرج إلي أبو جهل فقال مرحبا وأهلا بابن أختي حاشية كانت أم عمر حنتمه بنت هشام ابن المغيرة أخت أبي جهل ابن هشام عودة للنص ما جاء بك قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به عنوان خبر الصحيفة فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يفشوا في القبائل اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه فلما فعلت ذلك قريش إن حازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ابن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهره وكان يقول في بعض ما يقول يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت فماذا وضع في يديه بعد ذلك ثم ينفخ في يديه ويقول تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد فأنزل الله تعالى فيه تبت يدى أبي لهب وتب حاشية وقيل إن سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى وأنزر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الصفا فصعد عليه وقال يا صباحا فلما اجتمعوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذابي شديد قال أبو لهب تبا لك أليه هذا جمعتنا فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب عودة للنص فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سر مستخفيا به من أراد سلتهم من قريش عنوان ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصنونه وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم فمنهم من سمي لنا ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب ابن عبد المطلب وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر فأنزل الله تعالى فيهما تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال ابن إسحاق فذكر لي أن أم جميل حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة الفهر حجر في مقدار من الكف فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهرفاه ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك فقال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني وأميت ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه الهمز أن يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه ويغمز به الهمز أن يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه ويغمز به واللمز أن يعيبه سر فأنزل الله تعالى فيه ويل لكل همزة النمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة والعاص ابن وائل السهمي كان خباب ابن الأرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قينا يعمل السيوف وكان قد باع من العاص ابن وائل سيوفا عملها له حتى كان له عليه مال فجاء يتقاباه فقال له يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة مبتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم قال خباب بلى قال فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنا لك حقك فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظا في ذلك فأنزل الله تعالى فيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب إلى قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني فقال له والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد فأنزل الله تعالى فيه ولا فسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله والنظر ابن الحارث ابن كلدة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قسي كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر فيه قريشا ما أصاب الأمم الخالية خلفه في مجلسه إذا قام فحدثهم عن رسط الشيد معناه في الفارسية الشمس أو ضوءها وعن إسفنديار وملوك فارس ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتبتها كما اكتتبها محمد فأنزل الله فيه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ونزل فيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ونزل فيه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى تبشره بعذاب أليم انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ابن شريق ابن وحب الثقفي وكان من أشراف القوم وممن يستمع منه فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه فأنزل الله تعالى فيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى قوله زنيم والوليد ابن المغيرة قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمر ابن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيمة القريتين أي مكة والطائف فأنزل الله تعالى فيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إلى قوله مما يجمعون وأبي وعقبة وعقبة ابن أبي معيط وكانا متصافيين حسنا ما بينهما فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه فبلغ ذلك أبيا فأتى عقبة فقال له ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه وجهي من وجهك حرام أن أكلمك واستغلظ من اليمين إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو لم تأته فتتفئ في وجهه ففعل ذلك عدو الله عقبة ابن أبي معيط لعنه الله فأنزل الله تعالى فيهما ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى قوله للإنسان خذولا ومشى أبي ابن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد ارفت فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم أي بلي ثم فته في يده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله يبعثه الله وإياك بعدما تكونانها كذا ثم يدخلك الله النار فأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن أبي خلف والعاص ابن وائل السهمي وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أخذت بحظك منه ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد قالوا لا قال عجوة أخذت بحظك من أخذت بحظك منه طعام أخذت بحظك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامه فبينا هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه فأنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي إنما بعثتك بشيرا ونذيرا لم أخص بك أحدا دون أحد فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريده وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم ابن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص فكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشات وهو يصلي وكان أحدهم يطرحها في برمته البرمة القدر من حجارة إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستطع به منهم إذا صلى فكان إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به صلى الله عليه وسلم على العود فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق عنوان عودة مهاجرة الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا وجميع من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلا فكان من دخل منهم بجوار في من سمي لنا عثمان بن مضعون بن حبيب الجمحي دخل بجوار من الوليد بن المغيرة وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ودخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب وكان خاله وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب عنوان حديث نقض الصحيفة ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمر وذلك أنه كان ابن أخي نظلة ابن هاشم ابن عبد منافد أمه فكان هشام لبني هاشم واصلة وكان ذا شرف في قومه فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبن هاشم وبن المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعام أي حمله حتى إذا أقبل به فما الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره بزا أي ثياب فيفعل به مثل ذلك ثم إنه مشى إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكحوا إليهم أما إني لأحلف بالله أن لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا قال ويحك يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها قال قد وجدت رجلا قال فمن هو قال أنا قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سرعا قال ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال أنا قال أبغنا ثالثا قال قد فعلت قال من هو قال زهير ابن أبي أمية قال أبغنا رابعة فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم ابن عدي فقال وهل من أحد يعين على هذا قال نعم قال من هو قال زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك قال أبغنا خامسة فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد قال نعم ثم سمى له القوم فاتعدوا خطم الحجون خطم الحجون موضع والحجون جبل بأعلى مكة ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير ابن أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعة ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة قال أبو جهل وكان في ناحية من المسجد كذبت والله لا تشق قال زمعة ابن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حيث كتبت قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به قال المطعم ابن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها وقال هشام ابن عمر ونحوا من ذلك فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان قال وأبو طالب جالس في ناحية المسجد فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون عنوان أمر الإراشي الذي باع أبا جهل إبلة قال ابن إسحاق حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية قال قدم رجل من إراش بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهل فمط له بأثمانها فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد جالس فقال يا معشر قريش من رجل يؤديني أي يعينني على أبي الحكم ابن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب إليه فإنه يؤديك عليه فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي قبله وأنا رجل غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله قال انطلق إليه وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ماذا يصنع وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال من هذا قال محمد فاخرج إليه فخرج إليه وما في وجهه من رائحة أي بقية روح قد انتقع لونه فقال أعطي هذا الرجل حقه قال نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي الحق بشأنك فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي بحقي قال وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا ويحك ماذا رأيت قال عجبا من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه فقال له أعطي هذا حقه فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه ثم لم يلبث أبو جهل أنجاء فقالوا له ويلك ما لك والله ما رأينا مثل ما صنعت قط قال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبيت لأكلني عنوان حديث الإسراء ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال السهيلي قيل كان قبل الهجرة بعام وهو بيت المقدس من إليا وقد فشل إسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها فكان عبد الله ابن مسعود فيما بلغني عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتي بثلاثة آنية إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت قائلا يقول حين عرضت علي إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته قال فأخذت إناء اللبن فشربت منه فقال لي جبريل عليه السلام هديت وهديت أمتك يا محمد قال ابن إسحاق وحدثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئا فعدت إلى مضجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئا فعدت إلى مضجعي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفز بهما رجلي أي يدفع يضع يده في منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته قال الحسن في حديثه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى جبريل عليه السلام ومضى جبريل عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم أتي بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر فقال له جبريل هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس هذا والله الإمر البي والإمر العجيب المنكر والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة قال فقالوا بلا ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس فقال أبو بكر والله لإن كان قاله لقد صدق فما يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحدست هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة قال نعم قال يا نبي الله فصفه لي فإني قد جئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع لي حتى نظرت إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر صدقت أشهد أنك رسول الله حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق فيومئذ سماه الصديق عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة فقال أما إبراهيم فلم أرى رجلا أشبه قط بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنوء آدم أسمر الضرب الخفيف اللحم الجعد المجتمع بعضه إلى بعض الأقنى الأقنى العالي قصبة الأنف شنوء قبيلة من الأزد وأما عيسى بن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل صبت الشعر كثير خيلان الوجه كأنه خرج من دماس الخيلان جمع خال وهو الشامة السوداء والديماس الحمام تخالوا رأسه يقطر ماء أشبه رجالكم به عروة ابن مسعود الثقفي انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر